اذن اخواني الكرام بعدما قمنا بتركها لمدة تقريبا خمسة دقائق او اقل سنقوم ان شاء الله بجربة البطارية لاحظوا معي هذه جهاز الافو متر ونقوم بقياس البطارية انا صراحة لم اقوم بشحنها باي شاحن فقط بهذه الدائرة اخواني الكرام فلاحظوا معي تلتة تفاصيلة تسعة عشر بولت يعني في ظرف اربع دقائق يعني سحن شريع اخواني كرام دائما لاحظوا معي اني قوة الالتساق اخواني كرام هذا الشكل فعني تشتعل هنا لد بالازرق عندما تقوم بفصلة فينفصل الضوء او الليد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم اخواني في هذا الفيديو الجديد ان شاء الله في هذا الفيديو سنتعرف يعني على افضل طرق لشحن بطارية اليوتيوب يعني اذا لم تكن تتوفر على شحن خاص بطارية اليوتيوب سيعني اريك طريقة يعني طريقة رائع جدا يمكنك شحن بها بطارية اليوتيوب كيفما كانت يعني هذا النوع فقط كل ما عليك اخي الكريم وان تقوم باحضار يعني اه سجارة اليكترونية مثل هذه من الخردة مثل هذه فهذه السجارة اخواني كرام فهي تحتوي على دائرة شحن يعني صراحة رائع جدا وبل ازيد من ذلك فهي تحتوي على منفصل طيب سي يعني يمكنك شحن هذه البطارية بسرعة يعني في تقريبا في خلال ساعة ستشحن معك هذه البطارية سنبدأ ان شاء الله في العمل قم باحضار اي سجارة اليكترونية شرط ان تكون يعني تحتوي على منفصل شحن مثل هذا فقط كل ما عليك وتقوم بنزعها طريقة يعني تفكيكها على هذا الشكل ستجد بداخلها بطارية وايضا فهي تحتوي على بطارية اليتيوم صغيرة يعني قوية درجة وتعالية ويمكنك تفكيكها من هذا المكان واستخرج جميع يعني القطاع وثم بالتالي ستقوم بنزعها من الاسفل وتقوم باستخراج هذه الدائرة وبعد احيان ستجد يعني غالبا ستجد يعني هنا اسلاك مركبة اسود واحمر يعني سريب وموجب وتقوم بتفكيكهم او تركهم كما هم لكن ما يهمنا هو هذه الدائرة اخواني كرام وايضا هذه الصجرة فراحظوا معي فهي تحتوي على بطارية ودائرة شحن دائرة شحن فهي قوية اخواني كرام راحظوا معي دائرة شحن رائعة جدا تحتوي على ايسيات ومنظمة يعني يتشتغل مثل بمس عندما تقوم بتصل البطارية مئة بالمئة فهي تقوم بفصل الشحن عن البطارية فصراحة دائرة فهي قوية جيد نتقل اخواني كرام بعدما استخرجنا او ستستخرج ستستخرج يعني الدائرة على هذا الشكل ايسا التي تشكيك لاحظوا معي دائرة صغيرة ولكنها قوية اخواني كرام لاحظوا معي فهي تحتوي على ايسي هذا الايسي فهو اللي تنظيم عملية الشحن وإلى ما غير ذلك وتحتوي على الليدات أيضا عندما تقوم باستخرجها آخر الكريم ستجد دائما بناقص وبزائد يعني الموجب والسالب الأحمر والأسود على هذا الشكل هنا الناقص سنقوم بتلحيم سلك أسود وهنا سنقوم بتلحيم سلك يعني أحمر لكي نعرف نفرق بين الموجب والسالب وكذلك سنحتاج اخواني طريقة الحصرية في هذا الشح وهي ستحتاج إلى سماعة كيف يعني بدون أن تقوم بتلحيم أسلك عندما تقوم بشحن هذه البطاريات فليست هناك طريقة يعني كيف تقوم ب ضروري أن تقوم بتلحيم الأسلك ولكن سنستغني على هذا ونقوم بتعويضه سنقوم بصناعة يعني مغناطس على هذا الشكل نقوم باستخراجها من السماع فهو يلتسق عندما تنتهي عملية الشحن تقوم بنزع على هذا الشكل لاحظون فهذا مغناطس نيوديوم قوي يكون في القرص صلب ويكون في عديد من القطع الإلكتروني لاحظوا معي مغناطس قوي يكون بداخل هذه السماعة نبدأ على بركة الله ونقوم بإحضار سلكين أسلك رقيقة على هذا الشكل وكذلك نقوم بتلحيم السلك الموجب والسالب في مكانه ونبدأ في العمل إخواني كرام نقوم بتفكيك هذه السماعة ستقوم بتفكيكها كما قلنا على هذا الشكل وستجد بداخلها يكون على هذا الشكل إخواني كرام تقوم باستخراجها وستجد بداخلها هذا المغناطس على هذا الشكل كما هو يعني هنا تلاحظوا معي فهو مغناطس قوي يكون قوي إخواني كرام تلاحظوا معي هذا هو المغناطس يعني مغناطس قوي وهذا المغناطس سنحتاجه إن شاء الله في هذه العملية نقوم بتلحيم السلك هنا مثلا هذه السماعة سنقوم بقص هذا الجزء ونقوم بكشتيقال حتى يتمسك يعني القصدير على هذا الشكل إخواني كرام ونقوم بوضع القصدير على هذا الشكل ونقوم بيحضر هذا السلك أكد أكد إخواني كرام فأصبح الآن متبت بشكل جيد نقوم بتلحيم قليلا ليكون نفس المغناطس نضع عليه قليلا من اللحن نأتي الآن بالدائرة هذه الدائرة أخواني كرام كما قلنا موجب وسائل بي زائد وبي ناقص هذا لو الأزرق فهو سنقوم بتلحيمي مكان البي ناقص هنا على هذا الشكل ونقوم بتلحيم الشكل الأول ونقوم بتلحيم الطرف الموجب مكاني انتهى كل شيء هذا الشكل إخواني كرام لاحظوا مع هذه البطارية عندما نقوم بشحنها لاحظوا معي عندما نقوم بقياسها بها تقريبا 2 فولت تقريبا 2 فولت لاحظوا معي 2 فولت لاحظوا معي و 16 سنقوم بعملية الشحن الموجب هذا هو موجب البطارية نقوم بوضع لها السلك الأحمر لاحظوا معي وهذا السلك السليب نحظوا معي أو يمكنك أخي أن تقوم بوضع ميغناطيس نيوديوم قوي يمكنك استخراجه من سماعة كبيرة مثل كسك بلوتود أو كسك ليس بالضرور مثل هذه السماعة ولكن يكون كسك قديم أو سماعة قديمة من نوع القديم وتقوم بفتح السماعة واستخراج هذا المعناطيس لاحظوا معي فهو أيضا قوي لاحظوا معي ويمكنك وضعه سنقوم بوضع الموجب مكان الموجب فمثلا هذا قوي صراحة هذه السماعة فهي قوية خاصة ب التي تكون كبيرة هنا السليب لاحظوا معي يعني تلتسق بصورة وهنا صراحة هنا هذه السماعة يجب أن تكون سماعة سامسونج أفضل التي تكون أصلية في يكون بها مغناطيس قوي ونقوم إن شاء الله بتجريب نأتي بشاحن هذا هو الشاحن إخواني كرام نقوم بإعادة هذه التائلة لمكانها أفضل فهي الآن يعني تشحن نقوم بقياس تلاحظوا ما يكون كرام يعني الشاحن يخرج تقريبا أربعة فاصلة إثنين هذه الدائرة وهذه هي يعني الخاصة بشحن البطارية فهي يعني تبدأ عملية الشاحن كانت في الأول كما يعني قسنا أمامكم كانت تقريبا إثنان فاصلة ستة عشر نترك يعني تقريبا دقيقة ونضح ذلك يعني تم شحن أمل يعني طريقة فعالة إخواني كرام بدون أن تشتري أي شاحن أو خاص بادي البطارية يعني وكذلك كفاية تشحن بطيب سي نقوم الآن بتجريبة إخواني كرام عندما تقوم بحذري أن تقوم بأن تتلامس هذه الأسلك سنقوم الآن بالفحص لاحظوا معي أصبحت إثنان فاصلة يعني إثنان فولت فاصلة أربعة وعشر يعني بدأت في الشحن يعني نتركها حتى تشحن قليلا إخواني كرام ونعود لكم إذن إخواني كرام بعدما قمنا بطركها لمدة تقريبا خمسة دقائق أو أقل سنقوم إن شاء الله بجريبة البطارية لاحظوا معي ندخل جهاز ونقوم بقياس البطارية أنا صراحة لم أقوم بشحنها بأي شاحن فقط بهذه الدائرة إخواني كرام فلاحظوا معي ثلاثة تفاصلة تسعة عشر بولت يعني في ظرف أربع دقائق يعني سحن شريع إخواني كرام دائما لاحظوا معي قوة الالتساق إخواني كرام على هذا الشكل يعني تشتعل هنا لد بالأزرق عندما تقوم بفصلة فينفصل الضوء أو اللد نلاحظوا معي صراحة قوي حتى وإن قمت بمسكة كذا فلن تسقط يعني فكرة جيدة يعني بدون أن تقوم بتلحيم هذا السيك مباشرة هنا أو أي شيء فقط بهذه الطريقة ولكن عندما تقوم بتوصل الكابل الشحن بهذه الدائرة حذر أن تقوم بلمس هذه الأطراف مع بعضها إخواني كرام لكي لا يحدث هناك أي تمث أو شرط قم بنزل الكابل وبعد ذلك قم بشحن البطارية أو فصلها وعلى هذا الشكل وهناك يمكنك استعمال هذا المغناطس فهو قوي قوي صراحة لاحظوا معي قوة الالتساق يعني مغناطس يعني قوي جدا راحظوا معي قوي ولكن هذا المغناطس الصغير الذي يكون بالسماعات التاخلية تقوم باستخراجهم أي سماعة أخي الكارين على هذا الشكل وتجده هنا في هذه النقطة فقط تكون معلكة وتقوم بقطع هذا الزز وقوم بتلحم الأسلك هنا قوم بحك بصنفرة هنا وقوم بتلحم الأسلك فطريقة سعلة وبسيطة إخواني كرام هناك دائرة أخرى مثل هذه ودوائر أخرى إخواني كرام فكل هذه أنا اشتريتها من الخردة لاحظوا معي فالدائرة شغالة وكذلك هذه الدائرة يعني دائرة صراحة روعة والله روعة إخواني كرام إذن إلى هنا ينتهي شرحنا وإلى شرح قديم بحول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر